العلماء نجوم تنير سماء المعرفة ومنارات ترشد السائرين في طريقهم إلى الله وترد التائهين إلى الطريق الصحيح ومن تلك المنارات في عصرنا العلامة محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي المعروف بابن عثيمين ولد بن عثيمين في ليلة السابع والعشرين من رمضان عام 1347 للهجرة في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية وحفظ القرآن الكريم والمتون المختصرة في الحديث والفقه في سن مبكرة تلقى العلم على كبار علماء عصره كابن سعدي وابن باز ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي كما اهتم بالتعليم الأكاديمي ونال الشهادة الجامعية كان حريصا على تدريس العلم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما حرص على نفع الناس وقضاء حوائجهم وإجابة أسئلتهم في حضره وسفره وصحته ومرضه اهتم بتعليم العقيدة الصحيحة وشرح كتبها وله جهود عظيمة في شرح كتب الحديث والفقه والنحو كالصحيحين ورياض الصالحين وزاد المستقنع وألفية بن مالك في النحو وغيرها من كتب الفنون المتنوعة النافعة الماتعة قال عنه سماحة الشيخ بن جبرين نرجع نحن وغيرنا إلى مؤلفاته القيمة التي تعب فيها وحققها وكل مسألة كتبها تدل على عمق اختياره تتلمذ له عدد كبير من أهل العلم وطلبته المنتشرين في أنحاء الدنيا كان الشيخ يتميز بحسن الخلق والتبسم والتواضع للصغار والكبار مع ورع وزهد في الدنيا وإقبال على الآخرة ومع كثرة شغاله كان وصولا لرحمه بارا بأهله وأقاربه مكرما لطلابه وأضيافه حتى كان يخدمهم بنفسه ترك رحمه الله مؤلفات وآثارا علمية كثيرة غزيرة العلم والفائدة منها شرح ثلاثة الأصول وشرح مقدمة التفسير والشرح الممتع على زاد المستقنع في الفقه وشرح العقيدة الواسطية والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى وشرح الأربعين النووية وشرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين وشرح العقيدة السفارينية وفتاوى أركان الإسلام وصفة الحج والعمرة توفي رحمه الله في جدة يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام ألف واربعمائة وواحد وعشرين للهجرة وصلي عليه عصر الخميس بالحرم المكي ودفن بمكة المكرمة فرحمه الله رحمة واسعة